يا أهلا بكم في The Ultimate Laravel REST API Course النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الـ Parts of HTTP Request and Response أو مكونات البروتوكول اللي اسمه HTTP Protocol وهنا المحاضرة مهمة جدا يا شباب وفيها أسئلة كتير جدا من أسئلة الـ Interview فيريدت ننكز مع بعض وإن شاء الله المحاضرة هتكون سهلة وبسطة جدا إحنا شرحنا المحاضرة اللي فاتت أني الـ Client الـ Client زي ما قلنا ممكن يكون Angular, View, React ودي كلها أنواع من أنواع الـ JavaScript أو ممكن يكون زي ما قلنا Android, Native Java أو Kotlin أو iOS, Swift أو Objective-C دي كلها ممكن تكتب بها تبرمج بها يعني سواء Android أو iOS أو ممكن يكون Cross Filter المهم أي أن كان الـ Client ده بيبدأ يعمل Request أو بيبدأ ينشيئة Request بيبدأ يعمل Request للسيرفر بنسميه البول بروتوكول أو البول Request لأنه هو بيطلب حجم السيرفر فالسيرفر بيرد عليه بالـ HTTP response يبقى أنا عندي HTTP البرتوكول اللي اسمه HTTP Request وعندنا الـ response بيكون HTTP response هنتكلم عن مكونات بقى البرتوكول اللي انت تكتبه مع الـ API كل ما تكتب endpoint عندك أو هتعمل API أي API هتبدأ بـ HTTP أو HTTPS وشرحنا الفرق ما بينه وما في المحاضرة اللي فاتت تعالوا بقى نشوف مكونات البرتوكول ده وده سؤال الـ interview بيقولك ما هي مكونات الـ HTTP protocol هنجاوب الـ HTTP هنقول لنحن عندنا نوعين من الـ HTTP يأما Request يأما Response تمام فـ Request بيكون من أي بيكون من ثلاث أجزاء رقم واحد الـ HTTP اللي هو اللي تكتبها قبل الـ endpoint تحت سبيل المثال يا شباب عشان بس تبقى أنت بركز معايا لو احنا فاكرين المثال اللي شرحناه قبل كده بتاع نحن عاوزين نجوب كل الطلبة من الـ database ايه عندنا database فيها كل الطلبة فعندنا endpoint شايف بتبدأ بـ HTTPS البرتوكول نفسه نقطتين الـ domain اللي انت تستخدمه الـ domain بتاع الشركة يعني اللي انت بتعمل لها الشغل ده وبعد كده في endpoint اسمها students ايه او resource انت محتاجه ممكن students.php مثلا او dot python او dot ayan camp gs بحسب اللغة اللي انت بتستخدم بها ttps واحنا بنجاوب دلوقتي معاك وهو هنلاقي بيكون من آآ تلاتة اجزاء اول جزء بنسميه الركوست line ده الرقم واحد تمام الركوست line رقم اتنين يا شباب هنلاقي الهيدر تمام الركوست آآ هيدر ده رقم اتنين او الهيدر ورقم تلاتة بنسميه البضي احنا تعالى ممكن نكتب هنا ده رقم واحد الجزء ده كله رقم اتنين وادي الجزء ده رقم تلاتة رقم آآ ثري طيب هتلاقي ان هنا فيه هنا بلانك line line فاضي كده بيفصل ما بين الهيدر ويقيه وآآ ويالبضي ده المكونات طب لو خدنا بقى الركوست line ده هلا ايه بيكون من ايه بيكون من هنا من اول جزء عندنا هنا ده اول سطر بنسميه المثل تمام الاتشي تي تي بي آآ مثل وده برضو مهم جدا يا شباب بيقول لك انت الركوست عندنا آآ ما هي مكونات الركوست line في الهيدر آآ ركوست بروتوكول أو الهيدر يمكنها التقимер من السيرفر. هنعرف كل ده في الكورس يا شباب. ممكن يكون بوست. انت هتبعد ديته للسيرفر. ممكن يكون اه اه ابدات. ممكن يكون اه باتش. يعني احنا بن. البوت والباتش هما ابدات. بوت. هنشرح الاجزاء دي كلها مع بعض. وممكن يكون دليت. انت هتدليت حاجة من على السيرفر. ده اللي بنسميه يا شباب بنسميه الاتش اتي تي بي مثل. يبدأ سؤال انترفيو برضو. ايه هي الاتش اتي تي بي مثل? هنجاوب بنقول. يا اما جيت. انا عاوز اقر Surface. يا افوا highlight. انا عاوز ابعد ديتة للسيرفر. يا اما بوت وباتش. دول معناهم sponsor and date. حنا نعرف الفرق بين البوت والباتش. وده برضو سؤال انترفيوت. ااااااااااا اما بза delete احذف حاجة من على السيرفر يبقى يا اما هقرأ او هبعد data للسيرفر او هحدث data على السيرفر او هحزف data من السيرفر اللي احنا بنسميهم فيها بعد ممكن تسموهم تلكرد اه بس دول خاصية بالتعامل مع عدة بيزة يعني خليك بس عارف ان ايه هنشرح الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل اه البود والباتش يقيم احدث تحديث كلي او تحديث جزئي باتش يعني تحديث جزئي بحدث وده هنعرفه ان شاء الله وحنا شغالين اه في الكورس مع بعض طيب ده كان اول الجزء اللي هو الريكوستي لاين بيتكون من ايه اول حتة فيه بتتكون من ال HTToebi Harmon commercial method احنا ممكن هنا ناخدها دي كده اللي هي دي تمام الجزء الثاني بيتكون من اللي هو ده كده بنسميه URI او ال foreign resource indicator الحاجة اللي انت محتاجة منع السيرفر يعني ال peculiar او الصفحة اللي انت محتاجها بنسميه اليو ار اي. اليو ار اي اختصار ليونيفورب. يوني فور ري سورس انديكيتور. اندي كيتور. تمام? الحتة اللي انت عاوزها من على السيرفر. يعني بعض الاولات انت ممكن تلاقي انديكس ضد بي اتشي بي. اه ستودنت ضد بي اتشي بي مسلا. اه فهي ده الجزء اه اللي بعد كده الجزء التاني اللي هو البرتوكول وهي الفيرجن بتاعه. الفيرجن 1.1 او الفيرجن 2. ده الفيرجن من الفيرجن بتاع البرتوكول. يبقى ما نقدر نجاوب السؤال يا شباب ما هي مكونات الا http request. اه بيتكون من تلاتة اجزاء الا request body اه او اي workers line. والbody واله Be aux header وال body واحد. الا request line اتنين ه Ü Vern and 3 بدي. طيب لو سألتك بقى في الا request line ده بيتكون من ايه? هتقول ليتكون من الاo http method اللي هي اما وبيتكون من ال او ارو او ar larva cafe ya وبعد كده الهتش تي تي بي البرتوكول والفيرجن بتاعه تمام كده يا شباب تمام الجزء التاني بقى والمهم جدا وهنستخدمه ان شاء الله و احنا شغالين في مكونات الهتش تي تي بي بروتوكول اللي هو الهيدر والهيدر ده بنسميه متا ديتا يعني بيانات بتوصف البيانات يعني بتقول لك يعني بيانات اضافية بتقول هو انت هتبعطيه او ايه اللي انت بحتاج تبعطه وهزي ما انت بتقول هنا انا هااكسبت ممكن ابعط صور من نوع ايه من نوع جيف او من نوع جبيج او ايا كان ممكن ابعط جي سن انت هتبعط للسيرفر ايه او هتريكوست ايه من السيرفر يبقى ازل ده الهيدر بيانات اضافية ببعطها مع الريكوست اللي رايح للسيرفر الجزء التاني بقى وهو الريكوست بادي هنا لو انت محتاج تبعت حاجة للسيرفر فنبعتها بالبادي. وده بتكون يعني ممكن أبعت حاجة للسيرفر عن طريق الـPost method فببعت الـ data هنا عن طريق الخام 활ير. عن طريق البادي. ممكن ابعت الـ data عن طريق الـ get بس هنا تعني بتكون on secure ببعتها عن طريق URL. تمام يا شباب؟ ببعتها في الـ als a parameter. او os a query string. هنشرح الجلام ده كله. يعني كوري سترينج يعني ايه برامتر كل ده انا شرح ان شاء الله في الكورس وانت شغال معايا بس لا انا عاوزك تعرفوا ان انا ممكن ابعت data للسيرفر ببعتها فين اقمن طريقة ببعتها في البضي يبقى البضي ده ببعت فيه data للسيرفر ده كان مكونات الHTTP request لو جينا بقى الرد بتاع السيرفر انت بعت له هنا البروتوكول اتبعت data للسيرفر فالسيرفر بيرد عليك بHTTP response الHTTP response يا شباب بيتكون برضو من الHTTP نفسه بيتكون من اجزاء اللي جايدنا هنا هنا زي ما انت شايفهو بيتكون من هيدر وبضي هيدر وبضي ومهم جدا الهيدر والبضي الهيدر بقى مهم جدا ان هو هنعرفه و هنشتغل عليه حتة جدا وبتعمل مشاكل كتلة جدا مع ديفلوبر الباك اند مع ديفلوبر الفرونت اللي هو الستيرس كويد وده مهم جدا يا شباب زي ما نقول احنا بديك خبرة ان شاء الله سنين في الكورس ده فالستيرس كويد هنا زي ما انت شايف هو متين يعني العملية ساكسس وهنلاقي ان الستيرس كويد هنعرفه وهو بيتكون من خمسة كاتجوري هنشرحهم ان شاء الله و احنا شغالين في الكورس يعني ممكن نقد بس كده اه انترو دكشن او هنت صغير بسيطة عليهم هما بيبدأ من واحد نقول ايه واحد اكس اكس هنعرف يعني ايه الكلام ده يعني ممكن يكون وان هندرد الى رقم خمسة اكس اكس اللي هو ممكن يكون خمسمية هتلاقي الستيرس كويد بيتروح ما بين واحد وممكن يكون اتنين تلاتة اربعة يعني وبنحط ممكن نحط سفرين هنعرف بعد كده الكلام ده ممكن تلاقي ميتين ممكن تلاقي تلتمية ستيرس كويد رجع بتلتمية الفئة بتاعة الربعمية هنتكلم عليها ان شاء الله فكل دي الفئات اللي هنتكلم عليها اللي هي the status code السيرس كويد اللي هو ميتين يعني ساكسس مافيش اي حاجة حصلت على السيرفر هو ده اللي راجح في المسال بدعنا بيقول هنا ان السيرس كود هنا 200 يعني انت لو السيرفر رد عليك تمام وما فيش اي مشاكل على السيرفر فالمفروض الديفوليبر بيرجع للفرونت او يرجع في الريكوست هنا الباكيند الديفوليبر يرجع بالريكوست بمتين الهيدر بقى لو انت بتبعت من السيرفر بتبعت بيانات اضافية يعني مثلا ممكن تبعت تقول الكنتنت تايب بتاعك ايه زي ما هنستخدمه كتير جدا بقول ان انا هنا الكنتنت بتاعت البيج او محتوى لنا باعته ده هو جيسون فبقول له ابليكيشن جيسون وهنعرف بقى تفاصيل لان الكلام ده الهيدر هنا في الريكوست والريكوست مهم جدا يا شباب وهو بيعمل مشاكل كتيرة جدا لان معظم الديفوليبر مش هيكون فاهمين الجزء ده كويس جدا فعشان كده احنا بنشرحه بالتفصيل هتفهم يعني ايه الهيدر وبيتكون من ايه محاضرتنا النهاردة زي بس ايه بقى بنقول انا عاوزك تبقى انت فاهم ان الريكوست بيتكون من هيدر وبضي الهيدر ده ممكن زي ما بنقول المتا ديتا بوصف بيه الريس بونس اللي راجع احنا هنا زي ما بنقول بقى في عندنا بيكون من كو فاليو اه دي الكي نقطتين نقطتين الفاليو تمام كي نقطتين فاليو والكي هنا بيقول له الكونتين طيب اللي هيبعطها السيرفر للكلينت هي عبارة عن جيسون جيسون فايل او جيسون فورماد اه الباضي بقى الديت اللي هيبعطها هنا السيرفر ده هيبعط ديتا في شكل جيسون زي ما انت شايفهو مبعوطة في الباضي بيقول له نيم برودكت والكاتيجوري مش عارف ايه والكلام ده فده جيسون واانت اكيد فهمت الجيسون من المحاضرة اللي فاتت اه وبكده شباب يكون فهمنا مكونات الهي تي تي بي اه هسألك بعض والاسئلة كده واحنا بنختم اه لو قلتلك اه اه قل لي دلوقتي او سألتك سؤال ما هي؟ ما هو الهي تي تي بي? هتقدر تجاوب؟ ايه الفرق ما بين الهي تي بي? هتقدر بفضل الله تجاوب اه لو سألتك مكونات الهي تي تي بي? هتقدر تجاوب اه كريكوست ومكونات الهي تي تي بي? اه كارستبونس وانواع الستيتس كود preparary بتبدأ من كام لكام هتقدر برضه اه تجاوب وبكده او بكده يكون وصلنا لنهاية محاضرة النهاردة ما تنساش محتاجين دعمك لينا بتسيب تقييمة للكورس بتنشر نشر الكورس او نشر الفيديو على اي من مواقع التواصل الاجتماعي بيكون اكبر دعم لينا يا شباب ونشوفه ان شاء الله في المحاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته